الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة يوم جديد مشوار جديد ومواضع جديدة خص المدينة وأهل المدينة دائما دعواتنا نعمل خير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين إن شاء الله بالوحدة والتعاون والتفاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة مرحبا رأفت مرحبا وأزل تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة سنتابع مواضيع خص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل البداية التذكير بيطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حب تواصل ويانا من خلال هذا الرقم سعلا مختصرة بها المعلومات الكاملة إذا كان هناك مقطع فيديو أو صورة توضح المشكلة ياريت يتم أرسالها حتى يتم معروضها ضمن فقرة عيون المدينة فيسبوك وتويتر اللي حب تواصل ويانا من خلال هذين الموقعين البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية ولا عند تعليق مناشد أو مشكلة يتركها ضمن التعليقات تقرأها وقت بث الحلقة أو نرسلها لمراسلين لمتابعتها ما شو رح يبدأ من اليوم العالمي لعيد العمال وهذا العيد أو هذه الاحتفالية أو هذه الذكرى اللي هي عالمية تمر على كل العالم بنكهات مختلفة هناك بعض البلدان تحتفل وتعطي لهذا اليوم حقه وزيادة وقد أعطى طول السنة حق العامل الذي يعمل في هذا البلد لكن بالعراق يمر هذا العيد بشكل مختلف يمر هذا العيد أو هذا الاحتفال أو هذا اليوم بالآهات والمعانات أو يمر عند العامل بشكل عادي حالة حالة الأيام العادية يمكن هو يمر على الناس بشكل غير طبيعي يكونها عطلة والناس تعطل في واحد خمسة وتجلس بالبيت ما عاد العامل ما يعرف أصلاً أنه أكو عيد العامل العراقي حالة استثنائية لا مثيلة لها هناك معاناة كبيرة هناك ظروف خاصة خاصة بالسنوات الأخيرة قبل كان هناك من يدافع عن العمال كان هناك من يخرج تظاهرات من أجل العمال حتى لو لم يكن عاملاً كان هناك شعارات من أجل العمال حالياً العامل هو والله بس ماكو أحد ليعينه ولا يساعده بل بالعكس هناك من قطع رواتب إحنا نعرف عدنا آلاف العقود اليومية وهما عمال نقطع راتبهم من غير أي سبب أو بسبب التقشف هذه الحجة اللي إحنا دائماً نسمع بيها وبالتالي العمال يعيشون الأمرين حالياً بين الديون وبين المطالبات وبين التظاهرات هناك عدنا عمال قطع رزقهم ليش؟ لأن العمال الأجنبية هي اشتاحة البلد يستفادون من كنفلس من يجون العمال الأجنبية وبالتالي يستفادون هم أرخص وهم يشتغل أكثر والعامل العراقي الركن على صفحة هناك أيضاً مشكلة أو مشكلة كبيرة حقيقة ومصيبة كبيرة هي موضوع المعامل الموجودة بالعراق اللي المفروض هي تكون تلم أيدي عاملة كثيرة كلها أو أغلبها لا تعمل وبالتالي إحنا عدنا العمال الكثيرين قد سرحوا من العمل بدون راتب أما العاملة العراقية فما نحشي معاناتها كبيرة هي إضافة لعملها في المنزل لازم تطلع تشتغل وأيضاً فرصها قليلة ورواتبها قليلة ومضطهدة وإحنا ممكن في أهل المدينة ما خصصنا اليوم للاحتفال بعيد العمال لأن إحنا على طول السنة يومياً نحشي عن العمال يومياً عندنا تقرير أو تظاهرة أو مناشدة أو مشكلة تخصي العمال ولذلك إحنا دائماً مع العامل العراقي لكن اليوم كونها يوم عالمي احتفالية عالمية نستذكر هذا اليوم عسى ولا علمونا نستذكره إحنا نرسل رسالة للجهات المعنية ونقولهم أكو عامل عراقي مضطهد يعيش غروف قاسية على الأقل المفروض أن تكون الشعارات الجديدة أو البرامج الجديدة للانتخابات يكون بيها جزء لا يستهان للعامل العراقي إحنا اليوم تجوّلنا صباحاً في بغداد بالأماكن اللي يتواجد بيها العمال اللي هم مثل ما كنا متأكدين أنهما أصلاً معرفون عطلة وأصلاً هما مستحيلوا طرعون لأنهذا ما يطلع ويروح يشتغل معناتها ما يأكل وما يشرب نشوف العمال العراقيين شنو مناشداتهم أو إحنا نطلع يعني واحد يقول يأخذ نبضة مختصرة عن حال ووضع العامل العراقي الموجود في العراق بس عسى ولا عن قول القادم أفضل ونقولهم كل عام وأنتم بألف خير العامل العراقي اللي يكد ويتعب طيلة العام يستحق من عدنا كل الاحترام والتقدير ومن واجبنا أن نشجعه ونحتفل بيه بما أنه اليوم واحد آيار عيد العمال حضرنا إلى منطقة باب الشرجي حتى نلتقي مع كل العمال ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير تعالوا يانا سلام عليكم شونك عيوني أقدر قعد يمك إذا بيها مجال شونك أول شيء اليوم واحد آيار عيد العمال نقول لكم كل عام أنتم بخير والله وأنت من أهل الخير وإحنا بالنسبة لنا صحيح عمال بس إحنا بالبلد العراقي ما نقيمه ليش أنا أقول لك ليش ما نقيمه أول مرة شالوا كل النقابات العمالية مثل أنت يصير عمرك مثل 27 سنة عفوا تخدم 27 سنة بالعمل عمرك 50-60 أنت 60 تعجز راح توقع أنت لازم لك شريحة اجتماعية لتحضنك بالبلد هذا ما أكو وأكيد طبعا وأنتم تعرفون أكثر شيء وأول مرة أنا أقدم تحيتي كل القنوات العراقية وكل قناة هي تشرفنا وتعرف معاناتنا وأخبارنا أنا بالنسبة لي هي رجال من أهل الناصر يا محافظتي ما أبي أشغل ما مشغلتني ليش أجي لي أنا مو هين علي يعني أنا أرد أقول لك شغلة مو اليوم عيد العمال بلي مو لازم أن تقعدون بالبيئة إحنا بأيام الخير ما لابسينا لبسة زينة ما أعدنا نشتري ما عجبتني أنا 16 يوم وأنا قاعد مني أنا أوكل أسخل فالله على هاي واحدة تبيع بيذنجان سلمت عليها قتل حمطين قليفت بيذنجان مبلاش لم ونشتغل بيذنجان أي والله وهي الصير هي غده هي عيشة زين لأنا قاعد في فندق ها يا أبي ومعاناتي صعبة وعدي تسعة نفرات ها عيني اثنين ذاك لهم صارت عدي واحد مريض تمرض ومات ما عدي فلوسها طيبة والله والله العظيم 27 عشرة وتشهد عليه مستشفى الناصرية ها يا برس صارت عدي فلاونزة بصف الرابع عدادي رجع العصور قال عدي فلاونزة فلاونزة ما طيرت بيها ومات مين أنت أنا بغداد من بغداد اي اشتغل هنا أنا عامل اي والله عامل اليوم يجينا حتى نقول لكم كل عامل انتم بخيار مرحبا رحمة الله رحمة الله وإذا تجي بالمثال راسي الشار معا تدري ورانا سحي ورانا مصاريف ورانا أي شي ما رأت نتداين نتداين نوعنا بالأسبوع يوم لو يومين شون تكفيكم والله ما تكفي نتداين والله العظيم نتداين بس هاي جسر من شكية الحكومة مال العبادي ها صار التقشف تدري التقشف بس على الشعب بس على الشعب الرواتبهم كلها ماشا الموظف ماشا راتبة شريحة العمال ولا يوم ما هدي جسال علينا زين إحنا اليوم بما أنه اليوم واحد آيار عيد العمال من أجينا الباب الشرجي من أجينا قلنا راح نشوف ما راح نشوف عمالين يوم عيدهم راح يقعدون بالبيت عجب الطالعين يا بأ العمال الكسبة ها سحنا ما أقول كسبة ألف دينار ما تجيب هس عيد الموظف الموظفين كان الموظف يشتلوه العامل كان يشتلون ويانا راتبة ألف ونص لو ألف دي دار يشتلوه هس الموظف راتبة ثلاث ملايين مراتبة وتون مننا يضعتون علينا بعد كب عمال يوالله العظيم وراتبة ثلاث ملايين هس عيد الموظف يعني قصدك ذولا التعينة من ضمن واسطات وإلى آخر واسطات 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 هس أقل أبصد الرعاية الرعاية هم أشانوا هنا عمال ويابهم تعينوا بالنظر من الواسطات واسطات واسطات إلا ما عندك واسطة ما تتعين يقول لهم كل عام أنتم بخير يا خير علي من كل عام أنتم بخير ما يشمر اليوم عيدكم اليوم واحد آيار ماكو عيد ماكو عيد هالعيد موش إمي ومو إنه العيد هذا العيد إنا إنت عايز عيد للعمال ماكو عيد سولي بلي قل لي على معنات ويجي قل لي لا قل لي يا أكو عيد أو عيد للعمال ماذا شنو من هي محافظة ناصية قلعة السكر هذا ولكنهم ملد القلعان نادر ان تلقاههم عجبته أغلبكم من محافظة الناصية أه وقول قلعة السكر والرفاعي والفجر قل ليش لأن دولة 58 شركة موان نفط عرفت دولة 58 شركة موان نفط براضيهم وجايش تغلون هنا عندك 20 ورقة تتعين بالشركة ما عندك الله وياك وإلزم الباب وتعال الباب يشتغل عمالي يعني أنا كيبلك 20 ورقة إلا 20 ورقة كيف أكتبت تعينها أنا عرف جماعتي تعينوا ب20 ورقة زين مو مفروض اليوم واحد آيار اللي اليوم عطلة على موضع عيد العمال أنتو هنا أنا متواجزين وطالعين للشغل ليش أنا عدي أخوي حلوم أحياء بيولوجي بالموصل جامعة الموصل كل شهر لازم أودي لها 500 ألف ومرات ما أقدر أهل المكاتب يجاهم الله ألف خير يضطوني وأساعدهم يساعدوني وأودي لها حتى عرفت أودي لها كل شهر 500 ألف يعني حتى لو عيد عمال اليوم وعطلتكم تفطر تطلع جمعة جمعة خميس عيد عمال مو عيد عمال لو حتى يجي هاي المناسبة تجي عيد رمضان أو هاي الانتخابات ما ننتقبلها نتعبر وحدني ما أريد نعيش حوائلنا وعدنا ولدنا تداوم نين نعيش ساعد رأينا أحمي الله تروح لرعاية الاجتماعية قدموا المعاملات وصفوا المعاملات كيف يجبون نهاية ما نقول لكم من لكم العام تفضل ونتم منه شكرا لك حبيب من الناصري من الناصري أيضا؟ نعم ما نشوف الشغول الشيماك شغول نهاية ماك تشتغل اليوم لا أحد بالسبوع سبح تيام ستتشغل لك يوم بثلاثين ألف دينار زين ثلاثين ألف دينار من الطين للفندغ أكيل تروح به الكروة لأهلك أغلبية العمال موجودة وخد علم ما عادهم كروة ويرحون لهذا وإذا كوا الأموات اللي عيد إحنا بالنسبة أن واحد آيار معروف أنه عيد العمال بالنسبة أن إحنا هسا للسياسيين وغيرهم إحنا أموات ولاك أموات اللي عيد أموات صار أن سنين إحنا مصادقين الرصيف كل عام أنت بخير يا خيار إيش بخير إيش إيش أعلى كيفك أعصابك يعني اليوم عيد العمال وواحد آيار داجين عايدكم إذا عدك فلوس تعيد إذا عدك فلوس إذا عدك فلوس إذا عامل إذا عامل بهذا المحل إيش إيش سبوعية ستين ألف هلما نطين ما تكفيك هلما هاي أهل الناصرية الأموال هم أهل الخير هلما أهل النصر هاي هلما أهل الخير ماذا قد أمركدت؟ طاني أربعة عشر سنة زيتم المفروض اليوم تكون بالمدرسة ويا أصدقائك وزملائك وطالب وحالك حال البقية إيش مصرف هاي أنا مسائل هاي يعني تهمد مدرسة وهم تشتغل ما شاء الله عليك ما شاء الله إيش نعم ونا تطلع من الصبح من شوكت بالخمسة الثلاثة زين اليوم أش عجب طالع اليوم هو ما يعدكم طالع ما يطلع نسبويتك واليوم واحد آيار واطلع على موتكم من هو يطلع نسبويتك أبو المحل ليش موشان قلت له اليوم عيدنا اليوم واحد آيار لا الله ما يقول اليوم واحد ما يطلع ما يصير ليش ما يصير هاي الناصر يصير كنا من وراي بنقلاديش كنا من وراي بنقلاديش بنقلاديش عام على العراق كله شون يعني شاريته الثلاثة وراق وهذا يوم بيتة 25 شي شغل بنقلاديش والعراقي شي شغل قل لي شغل بنقلاديش له عراقي زينو العراقي وانو منذ يشتوذياتك قل لك صار 7-8 يوم مده اشتغل هيه الثاني صار شهر ما مشتغل هاي هنا عودة حصل لعشرة ماك راحت لعشرة على الأسبوعية ستينة يعني بعد على الأسبوعية ضليتها بس على الأسبوعية ستينة وانو تكف يحشون بعلم يعني ويحشون ب ماعدهم هداف يعني كل الناس عندهم أهداف وعدهم مخططات هم ماعدهم هم يردون بس فقط انو يعيشون يومهم ويعيشون أهلهم ولذلك مثل هكذا إنسان المفروض انو العامل أيضا عنده حالة حال أي إنسان عنده أهداف وأحلام ومستقبل يعني المشكلة انو هم وأغلبهم خرجين يعني ناس تعبت على نفسها وأهلهم تعبوا عليهم حتى يتعينون بشهاداتهم وإذا بهم يتعينون ب مو بشهاداتهم مو باقتصاصهم وياريتها من جاي أكو واحد يترك اقتصاصه ويروح إلى غير مجال حتى يحصل أكثر لكن هسا هو قاعد بالشارع ويشوف أن العامل الأجنبي يأخذ أكثر من عنده وأحسن من عنده يعامل والعامل العراقي باقي بالشارع لذلك نتمنى أن يكون هناك متابعة أن يكون هناك اهتمام من الحكومة القادمة بشريحة العمال لأنها شريحة مهمة إذا غاب العامل عن الوطن ترى يقعد الوطن هذا لازم نحطه بالحسبان العامل شيء أساسي ومهم لذلك هم حطوا له يوم خاص به للاستكار بمهنة العامل وخلنا نشوف أن العامل شيء مهم عندنا في هذا البلد اللي بالأسف ضايع حقه وضايع حق الوطن أيضا أكيد أن الحكومة رح تبقى نفسها أنه ماكو أي حكومة جديدة رح يبقون نفسهم لكننا نتمنى أن يرجعون لأيدي العامل العراقية مثلما كانت في السابق بالمعامل العراقية الضخمة عندنا معامل كانت خاصة بوزارة صناع المعادن معامل البطاريات معامل إطارات كثير من المعامل حتى هذا معامل زيوت وغيرها الضيوت النباتية اللي موجودة اللي تتابع لوزارة التجارة كثير من المعامل كلها تحتاجها لأيدي عامل عراقية لكن للأسف بسبب إهمار الحكومة للإنتاج المحلي والاقتصاد المحلي أنه خلنا نوصل لهذه المرحلة المأساوية وشفنا وضع العمال اللي هم يبتون بألم حشيهم بألم ودمعتهم خانقتهم كلها بسبب الإهمار الحكومي يعني تنطي للبنجلادش 300 دولار وتنطي للمواطن العراقي حتى أقل من العامل البنجلادشي نتمنى أنه اليوم للحكومة توقف وقفة جادة تشتغل من أجل ترقية أو يعني الترفيع بمستوى الاقتصادي العراقي إحنا ليش أنه هبطنا مستوانا الاقتصادي اللي أدنا المستويات وبماعدنا لا معمل لا مصنع لا كل شي يشتغل بالعراق وبالتالي أنه حتى العمال اللي يشتغلون عند أصحاب المحلات هم محاربين من قبل العمالة الأجنبية والأيدة الأجنبية اللي دخلت للعراق بسبب فساد مسؤولين هم اللي دخلوا هذي الشركات واللي خلوهم يشتغلون داخل الحكومة العراقية وفي كل المحافظات العراقية الروح للصحة بها أنه عمال بنجلادش ننطفون شركات تنظيف الروح للبصرة بها أنه شركة تنظيف بنجلادش كويتية وجابين بنجلادش كاركو وكذلك بكل مكان أنه تلقى الأيدة العمل الأجنبية والمواطن العراقي اللي هو بأمس الحاجة للشغل للمصرف أنه إحنا بعدين عن العمل ومخلينا بزاوية بعيدا عن كل الأمور وخلص يعيش يعيش ما يعيش مشكلتها مو مشكلة أحد ليش لأنه ما عندنا ناس حريصا على الاقتصاد العراقي ولا عندنا ناس أنه تدعم الاقتصاد العراقي بالعكس أنه كل إحنا معتمدين عن المستورد المستورد أنه هسه هو اللي صار بالقائمة أنه ما تقدر تشتري شيء محلي لأنه ما عندك ثقة بالإنتاج المحلي بسبب الحكومة اللي خلتك فعلا تفقد الثقة بإنتاج المحلي وتعتمد على المستورد فقط رح لي موضوع آخر أو هو نفس الموضوع هو واحد آيار اللي هو عيد العمال والمفروض أن تكون بمكانة خاصة للعمال وعدنا بالمناسبة عندنا نقابة عمال لكن حتى نقابة العمال ما قادر أن نسوي شيء ودافع عن حقوق العمال اللي موجودين سوى بالقطاع الخاص أو بالدوار الحكومية واللي تابع لي الوزارات وإحنا شاهدنا معانات كثيرة خاصة بالعمال الأجوري اليومية اللي داي يشتغلون بمحطات كهرباء ومحطات غازية وبالدوار البلدية وغيرها من الدوار أيضا أدها معانات كبيرة بسبب عدم وجود الراتب وتأخيرة لأشهر عديدة ويمكن قبل أيام عرضنا أنه عمال بلدية كاركوكو صارتهم تسعة أشهر أنه ما مسلم الراتب ليش والله لأنه وجابة عملة أجنبية أحد العمال حب أنه يذكر العمال نفسهم ويذكر أقرانه أنه دير بالكم تنتخبون الوجوه الفاسدة دير بالكم أنه تنتخبون الناس اللي أذتنا ودمرت اقتصاد البلد صارق مصطع السنة دير بالكم ودير بالكم ودي حذروا يقول لكم أنه نحسبها زيانا أكو صورتين ثانات المعبرات وثاناتين بهم معنا هاي الصورة الأولى وأيضا أنه يقول بها واحد عيار هو عيد بلا عمل عيد بلا مصنع عيد بلا معمل عيد بلا أجور وغيرها من المواضيع اللي فعلا أنه تحز بالقرب العيد هو فقط للمستورد حسرا والعيد اليوم للي عنده فلوس حسرا ذول اللي يقدرون يعيدون أما العمال والطبق الكادحة الفقيرة أنه هي منسية ومهمولة ومرمية على جنب ليش؟ لأن الحكومة عدهم فلوس وعدهم أموال طائلة جدا حتى إذا فتح لشركة ما رح يعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية عفوا العراقية رح يجيب أيدي عاملة أجنبية ويشغلهم بشركاته بمصانعه بمعاملة وأيضا بمطاعم وكافتريات اللي هسه بدأوا المسؤولين يتوجهون على فتح كافتريات ومطاعم في كرخ بغداد وغيرها من المحافظات العراقية ليش؟ لأنه موضوع استثمار جديد وبي خبزة وبي فائدة زين شغلوا دول العمال العراقية ليش؟ أنه بديتوا تجيبون أيدي عاملة أجنبية سواء كافة منقلاديشية وفلبينية وحتى أنه الإدارات بديتوا تجيبوها لبنانية ومصرية واردنية وغيرها وخليتها تدخل لمجال العمل في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية ليش ما تنطون الثقة والأولوية للعراق ترى العراقي صاحب كفاءة وخبرة وإحنا شاهدنا أنه ذول العمال مو كلهم متعلمين لا أغلبهم أنهم مخارجين كليات وأغلبهم أنهم حصن على شهادات وأغلبهم أنهم اقتصاص حلو وجميل لكن بسبب إهمال حكومة وعدم وجود فرص عمل بالوزارات العراقية والتعيين على الملاك الدام للوزارات اضطروا أن يشتغلون بالقطع الخاصة وعمال حتى أن يكسبوا لهم كم ألف ويقدرون يعيشون بعائلتهم يعني أنتم حسبوها حساب عرب مثل ما يقولون أنه ستين ألف بالأسبوع كله ش تقدر يسوي بها المواطن يقدر يطلع منها أجور المولد يقدر يطلع منها أجور أبو البيت اللي هو الإيجاري يقدر أنه يروح مسواق يقدر أنه يروح طبيبي يقدر أنه يروح فاتحة يقدر يروح عرس ونحن معروفين أنه العراقين صحاب واجب دائما وخاصة في مغداد أنه عرس لازم تروح تأدي واجب فاتحة لازم تأدي واجب مرير لازم تروح تأدي واجب هاي كلها الحكومة ما حاسبتهم خلينا المواطن العراقي والعامل الفقير واحدة عايش بالهواطن لكم نتمنى أنه فعلا اليوم يكون عندنا ناس حريصين على الطبق الكاده حريصين على روح المواطن العراقي وحريصين على الاقتصاد العراقي وعودتها من جديد مثل ما كان في اساونت سابقك تشننا بأيام حصار لكننا نحن نعتمدين على المنتج المحلي على الاقتصاد المحلي معامل تشتغل والأيد العاملة أنه كلها موجودة وكلها عراقية ما بها أي أجنبية ليش هسا أنه بسبب التطور يمكن والانفتاح الزايد بديتوا تجيبونا أيدي عامل أجنبية وبالتالي أنه لغيتوا كل المعامل أو بعتوها للدول المجاورة حتى أنهم ما يكونون المستفيدين الأكثر والأقوى بين المستثمرين بدأوا يدخلونا بطاريات إيرانية أقمشة إيرانية ملابس داخلية إيرانية ملابس كلها إيرانية كلها بدأت تدخل من دول المجاورة وعافوا المنتج المحلي حتى السرنجات اللي وزارة الصحة ما أعرف كم مليون تحتاج باليوم الواحد بدأوا يجيبوها من إيران ليش؟ لأنه بعشر سنتات أو بستين سنت وبتالي أنهم يستفادون أما بالمعامل العراقية سابقاً ومعمل حلة خير بدليل أنه كان يتكلف به ثلاث سنتات فقط على السرنجة فمشون يقدرون أنه يحافظون على ميزانية العراق ثلاث سنتات ما يقدرون يستفادون ولا يقدرون يبوغون من عدها لكنه يقدرون يبوغون من الخمسين سنت وفوق فنتمنى أنه كل هذه العقود والصبقات المشبوهة واللي كلها فساد تبتعد وترجع للمعامل العراقية وننطي فائد أكثر المعامل العراقية وحتى مصانع الخاصة بالأدوية واللي هي تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ياريت أنه ترجع تشتغل وانشوب موظفيها بأحسن حال والأيد العامل العراقية تكون مثل ما كانت في الصناعات السابقة كافي أهمال وكافي دمار لأنه دمرت العراق بكل طبقاته بكل فئاته وبكل مستوياته نتمنى أن الحكومة القادمة إذا كانت فعلاً حكومة جديدة قادمة عليها أن تأخذ هذه الأمور كلها بنظر الأعتبار قبل ما نختم هذه الفقرة اللي خصصناها للاحتفال أو الاستدكار أو نحكي بمعاناة العامل العراقي نقول كل عام الجميع بالألف خير وإن شاء الله القادم أفضل عسى ولعل نتأمل دائماً خيراً لازم يعني إذا كان هناك يأس فمعناها لازم نعزل نقعد ببيتنا لكن لازم أن يكون هناك أمل تشبث بالحياة عسى ولعل يعني نتفائل بالخير فنجده بالقريب العاجل أشكر كل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كان هناك فعلاً احتفال يرتقي بالعامل العراقي وأتمنى مو بس فقط في عيد العمال نشرف كثير من الصور الخاصة بعيد العمال وهنوهم وهناك مشاركات جميلة لكن يا ريت على طول نحن نبقى مثل هكذا متكاتفين بالمحن ونستذكر العمال وغير العمال دائماً حتى نحس بقيمتهم ونتعاون يعني مثلاً عمال النظافة نحن هوا ينؤديهم الآن نفايات التي نطلحها في أهل المدينة مبعترة هنا وهناك يعني نحن دعنا نتعاون كلنا هم هم أولاد بلدنا والعامل أيضاً مثل ما أنت ما يعجبك وهم مثل ما أنت تحس هذه نفايات وهذه وساخة هو أيضاً نفس الشيء لكن هو زمن جبرا أن يعمل في مثل هكذا أمور المفروض أنه ما ننظر لهم بعيدونية والمفروض أنه نتعاون ونساعد في كل الأمور وإن شاء الله نقول دائماً نقول أنه جاي إن شاء الله أفضل طيب نروح إلى موضوع آخر وصلنا مقطع فيديو خاص إلى أهل المدينة تم تصويره في الطريق الرابط بين بغداد كاركوك سائق الشاحنات يشكون من طبعاً الازدحامات ويشكون من موضوع الازدحامة منين أجت أولاً من موضوع السيطرات وهذه قضية منتهي من عدها لكنها قضية مهمة هي موضوع التخسفات التي ممتدة على طول الطرق الخارجية ويومياً هناك عشرات الحوادث جاء يصير إحنا ما يمكن شهر يمر إذا ما كان عندنا تقرير عن الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات ونفس الشي نفس المعاناة كل السائقين يعانون من موضوع التخسفات والحفر اللي بالشارع طبعاً تعرفون سيارات كبيرة وصغيرة وحر وشتى وصارت لها سنين هاي تحتاج لها إلى إدامة خاصة الطرق الخارجية اللي تمر عليها آلاف السيارات باليوم الواحد فبالتالي هاي تحتاج إلى صيانة دورية بسايد واحد أغلبة وحوادث ويحمل ويحمل زايد عليها يعني تحتاج ما بيها مجال إنه واحد يقول والله هي لا هي تحتاج ودائماً وهاي كل العالم يقوم بمثل هكذا إجراءات نشوف المقطع مثل ما قلت لكم ويصل لنا خاص وأيضاً هو رصد أنه أنه هناك حادث سيارة السيارة التي سيارة تحمل بسبب هذه التخصفات نتمنى أنه يوصل صوت أحد السباق صوتنا في يومنا الأيام صوت فيه أي من معاناة السباق التي طلعت في التقارير لأي جهة معنية ويتم تسطيح وترميم وأعادة تأهيل هذه الشوارع بداưaها السوار الدولة بدأنا لصوار تنظرنا تصوير لأي المدينة أحسنت ل Ärكذا المسكين شوف هذا المسكين طيب يعني مثل ما شاهدنا الوضع مأساوي ومتعب للغاية ويشعرنا بالإحباط وعلى المرشحين أيضا الجدد أيضا يحطون بالاعتبار هذا الموضوع الشوارع لأنه هذا يوميا ناس تمر عليه وأحنا اللي يروح عن طريق البر لحد ما يوصل إحنا القلق اللي قتلنا عليه لأنه الطريق هو طرق الموت مسمينها ليس طريق واحد إحنا عندنا آلاف الطرق اللي هي مسمات بطريق الموت من الممكن أنه بأي لحظة إحنا نفقد عشرات الأشخاص في لحظة واحدة بسبب تخصفات الطريق بسبب مشاكل الطريق ولأنه سايد واحد ولأنه هناك سيارات الحمل تزاحم سيارات الصغيرة كل هذه تحتاج إلى الترتيب وإعادة التنظيم وتصديح للشارع عسى ولعل أنه في يوم من الأيام هناك من يستجيب لكل هذه المناشدات بس لأن المسؤول ما محتاج لهذه الطرق هو يروح بطيارة ويجيب طيارة أو خاصة وعادي فالموضوع ما يهمه وأهل نفس الشيء لكن لو يهمه كان سواه فنتمنى أن الجهات المعنية شوي تلتفت لهذا الوطن الشوارع العامة مهمة الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات مهمة يومية مر عليها آلاف السيارات المحملة بالبضاع المواد الغذائية والناس والمسافرين فبالتالي من الضروريات ومن الواجبات أن تقومون بإصلاحها وإدامتها بين فترة وأقرأ يعني أكيد هو موضوع الشوارع يومنا نتحدث به بشكل موسع من خلال تقرير المصور لكن للأسف أنه تنا نتمنى أنه واحدة الجهات المعنية أنه تطلع وتحكي وتقوله نعم أنه إحنا الله ستجيبه وراح أنه لأيام القادمة راح نبدأ نعمل بشوارع كلها بأسرع وقم لكن للأسف أنه الهمال هو نفسه نروح لموضوع آخر راح نروح هالمرة لصلاح الدين بالتحديد منطقة البعيسة قلعة الأعظيم هذه القلعة وهذه القرية أو المنطقة اللي اسمها البعيسة تعاني من مسألة الكهرباء الكهرباء ما بيها وأذا بيها في المحاولات أنه قديمة جدا وما بيها أي خدمة صيانة من قبل الدوائر المعنية في صلاح الدين كل مرة تحترق المحاولة يرحون للدوائر المعنية يشكون ويناجدون ويقدمون طلب بتسويتهم بمحاولة يقول لهم ما عدنا أنتوا روح اشتروا ومضطرين الأهالي يجمعون من كل بيت 200 ألف دينار حتى يشترون مولدة واللي هي سعرها أو محاولة عفوا سعرها أربعين ورقة يعني هاي الأربعين ورقة ليش ما أن الحكومة تكون متكفلة بيها وليش أنه ما هي تشتري المحاولة وتجيبها وتشدلهم إياها الصور دا نشوفها أكثر من محاولتين وأكثر من ثلاث محاولات أنهما بدلوها الأهالي لكن أنه وصلوا لمرحلة أنه خلاص بعد ما عندهم لا شغل ولا عمل ولا عدهم فلوس حتى رواتهم اللي بيهم موظف راتبة بدلا أنه ما يكفي بسبب الأوضاع الاقتصادية صعبة اللي دا يعيشها الناس من يرحون يردون جمعون من كل بيت 200 ألف يقولون والله ما عدنا من ينجيب لكم روحوا بلك إنه الحكومة الصلح يرحوا لحكومة الحكومة الصلح أضافة إلى هذا أنه شفنا الأسلاك كلها هم مرافعيها بخشب بعوامية خشب أنه الحكومة ما تجوا صلحة وكل هوية توقع الخشبة ويوقع السلك على الأرض وتبدأ تنتلب دا يقولون حتى سياراتنا ما نقدر انفوتها للمنطقة لأنه نخاف أنه بأقل هوية تنزل الكابل على السيارة أو السلك ينزل على السيارة ويبدأ ينتل كل المنطقة وهوائي مشاكل وحواذ صارت بهاي المنطقة لكنه لأسف أنه لحد الآن محافظة صلح الدين أو دائرة كهرباء صلح الدين ما قدروا أنه يسوون شيء لهذه المنطقة الصغيرة اللي هي ما يحتاج لها غير بس محاولة وأعمدة حديد مثبتة بشكل جيد حتى أنه نتفادى كل هذه المشاكل اللي حثت في الأعام الماضية نتمنى هالمرة أنه المناشدة توصل لمحافظة صلح الدين لمجلس المحافظة لدوار الكهرباء لدوار الخدمية للناس المعنين بصلاح الدين حتى أنه على الأقل يقدموا لهم خدمة بسيطة ونحن نعرف بفصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا والناس محتاجة للتيار الكهرباء الوطني لكن أنه حالها هاي المنطقة حالها حال بقية المناطق اللي موجودة بالعراق أنه كلها تعاني من عدم وجودة تيار الكهرباء الوطني فياريت أنه نخلصها ونرجع الكهرباء وننقذ الأهالي من الصعقات الكهربائية بأسرع وقت ممكن وأمننا إن شاء الله يكون شبير بحكومة صلح الدين وإن شاء الله في حلقة يوم غد أنه رح يقولوننا يابا ترى أنه رح نطلع ونصلحها ونديمها ونجيب لهم محولة حتى أنه نفرح الأهالي اللي موجودين في منطقة البعيسة إن شاء الله يا رب يكون هناك استجابة طيب نروح للموضوع آخر قبل يومين نحن وصلت لنا مناشدة وشكوة حقيقة وخلق واضح لموضوع الانتخابات في الأنبار مدير تربية الأنبار يستغل منصبة للدعاية عن نفسه وكان هناك الشغلة الغريبة أنه هو داعي المعلمين والكوادر التعليمية والتدريسية وبالتالي رح رددوا قسم حتى ينتخبونه كان يردد لهم القسم أنا توقعت وقلت أنه هذا رح يفتح لنا باب وراح الناس تشجع وتبدي ترسل لنا الكثير من هذه الخروقات اللي تخص أيضا وزارة التربية للأسف واللي لحد الآن الوزير ما قاعد يحكي ولا يعلق ليش لأنه أيضا مستغل منصبة في الدعاية الانتخابية وهذا خرق كبير لا يجوز المفروض أنه هناك الوزارة والعمل ما لا علاقة بموضوع الانتخابات نفس الشغلة مساوتها مديرية تربية كركوك نحن نشوف كتاب هناك كتاب وصل إلى عدد من المدارس القسم الفوق هي أسماء المدارس المدعوة لهذه الاحتفالية على أساس أنه هناك احتفالية لحضور احتفالية يرجى تبليغ معلمات ومعلمية التربية الخاصة لحضور احتفالية أسبوع التربية الخاصة يعني التاريخ كان يوم 26-4-2018 يوم الخميس على قاعد دائرة المعاقين وكانت بين ملاحظة للأسفل الحضور الزامي فالمعلمات والمعلمين رتبوا تكسي وراحوا وتوقعوا أن القضية فعلا احتفالية والحضور الزامي وشيء مهم وهذه قضية خص التربية لازم يرحون وإذا بهم تفاجأوا أن القضية أن هذه كل الحفلة قامت بها إحدى المرشحات بفلوس كلها القاعة والحمايات والدعاية الانتخابية حتى تحجي وتعرف عن نفسها وتجبرهم على أن ينتخبوها فهذه القضية أمام أنظار وزارة التربية والجهات المعنية هذا موضوع مهم للغاية وحساس الغاية وخطير الغاية هناك استغلال للنفوذ والسلطة والعمل وإقحام المعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية بموضوع الانتخابات وإجبارهم على انتخاب شخص معين إن شاء الله يكون هناك استجابة للموضوع ومحاسبة المقصرين في هذا الموضوع طبعا هناك كثير من المواضيع لكن إن شاء الله نظهرها في الحلقات القادمة هذا كل ما كان عندنا اليوم فيه للمدينة نتمنى دائما نلتقى على الخير والمحبة والسلام إذن وصلنا لكم لختام حرقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء